بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنجاوب على سؤال مهم إيه هو هل في وقت زمني مستغرق من كبل السي بيو علشان تمسك بروسز وتتخلى عن بروسز تانية يعني أنا عندي بروسز في إيه دي هيت في السي بيو طيب وهنتقل لبروسز تانية هل في وقت مستغرق ما بينهم آه بيقل إجابة نعم في وقت مستغرق ما بين الانتقال من بروسز إلى بروسز تانية طيب نشوف مع بعض الوقت المستغرق ده جماعة بيسموه الكنتكست سويتشينج أو وقت الانتقال من بروسز إلى بروسز أخرى طيب نشوف مع بعض كده لو أنا عندي بروسز بيزيرو دوت شايفينها؟ عايزين إيه نسيبها نتركها ونتمسك مين بي واحد حتى تنفذ البي واحد دي طيب هل الابريتنج سيستم له دور هنا؟ آه طبعا له دور إيه هو؟ والله لو البروسز بيزيرو دوت هاي هنتركها لازم نعمل حاجة مهمة جدا إيه هي؟ إن احنا نخزن حالتها اللي هي على هذا الوقت لازم نخزن حالتها سيف استيت نخزن فيين؟ في البي سي بي الخاصة بها هي اللي هي البي سي بي زيرو طيب هنحمل البروسز بي واحد لازم برضو يتم تنفيذ حاجة مهمة إيه هي؟ إن احنا نعمل ريلود نحمل المعلومات المخزنة في البي سي بي الخاصة بها هي الوقت دوت ما بين الانتقال من بي زيرو لبي وان اكيد في وقت مستغرق صح اللي هو مين اللي هو زمن الاحتفاظ بالمعلومة القديمة للبي ها للبي زيرو وزمن تحميل المعلومة لبين للبي وان طيب افرض ان البي وان تنفزت حصلها اكسكيوتينج وعايز امسك بي زيرو من جديد اعمل ايه عملية عكسية ايه اخز المعلومات بي وان في البي سي بي الخاص بتاعتها هي ثم اروح احمل معلومات مين ها البي سي بي زي ايوة معلومات بي زيرو منين يا جماع من البي سي بي الخاصة بقا هي بالبي سي بي زيرو اكيد ده جماع الكلام ده بياخد وقت والانتقال ده يا جماع بيسموه كونتيكست سويتشينج وطبعا كل ما الكونتيكست سويتشينج جايي قل يعني زمن الانتقال يقل كل ما الاداء ما هيعله تمام طيب نشوف مع بعض كده بنقول ايه بنقول هين اسويتش تواناظا بروسس لما بينتم الانتقال من بروسس لبروسس تانية لازم يحصل حاجتين مهمين او ايه هما save the state of old process نحتفظ بحالة البروسيز القديمة وايه كمان ونحمل حالة البروسيز الجديدة اللي احنا ها نمسكة في قدنا الجديدة وايه كمان يا جماعة ولازم يحصل ايه كمان يا جماعة ما يسمى بالوفرهيد بايه بالزمن مستغرك محمل على نظام التشغيل زيادة عليه بحيث بيبقى حمل عليه حمل زمن لهو حمل عليه زمن مفيش فيه استخدام للسي بيو زمن ويستد ضايع عشان كده الزمن ده جماعة بدنا عليه no useful work يعني مش هيستخدام مش هيحصل فيه اي اي عمل مفيد اذا في الحالة الوفرهيد اللي بيتم ده context switch time is overhead معناه ان لا يوجد عمل مفيد هيتم في الوقت ده جميل وخلي بالكوا بقى جماعة ان ال time required للكونتكست switch دوت الزمن اللي هيستغرك في الانتقال من بروز لبروز تانية بيعتمد اساسا على الهاردوير المستخدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة